إذن الحرب في أوكرانيا تقترب من طي صفحة شهرها التاسع والحل يبدو بعيد المنال مع تمسك كياف بعدم التفاوض مع موسكو إلا بانسحابها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي استبعد فكرة إقرار هدنة قصيرة مع روسيا وقال إنها لن تؤدي إلا إلى التفاقم الأمور اعتبر زيلنسكي أن أي هدنة في الوقت الحالي ستمنح روسيا فترة راحة لاستعادة قوتها وأن السلام الحقيقي والدائم لا يمكن تحقيقه إلا عبر التدمير الكامل للقوات الروسية على الأراضي الأوكرانية ليعيد بذلك ما تحدث عنه قبل أيام خلال زيارته لمدينة خرسون نحن مستعدون للسلام لكن السلام سيكون لبلدنا بكل أراضيه نحترم القانون الدولي وسيادة جميع الدول لكننا هنا نتحدث عن بلدنا لهذا السبب نقاتل ضد العدوان الروسي أوكرانيا أكدت أن روسيا لم تتواصل رسميا معها بشأن احتمال عقد محادثات سلام وطالبت بصحب القوات الروسية بالكامل قبل حصول أي مفاوضات قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري يرماك أن أي محادثات غير مبنية على سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا لن تكون مقبولة بدوره اعتبر ميخايلو بودولياك مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني أن زمام المبادرة عسكريا بيد أوكرانيا وأن التفاوض في الظروف الراهنة يعني بشكل أو بآخر استسلاما غير مبرر روسيا ستعلن وقف النار وستجلس لطاولة المفاوضات وستقدم لنا شيئا لكنها لن تقترح السلام وتحرير أراضينا ببساطة ستتوقف وخلال هذا الوقت ستحشد قواتها وستبحث عن أسلحة إضافية كما أنها ستبني التحصينات على طول نهر دنيبر الدعوات للتفاوض بدأت تظهر بشكل غير مباشر وتحديدا من الولايات المتحدة وأكثر من مرة تحدث رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي عن وجود فرصة محتملة لبدء محادثات من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع أيضا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كاربي اعتبر أن المفاوضات أفضل الحلول الممكنة إلا أن الأمر يبقى متروكا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ليحدد وقت وشكل هذه المفاوضات دون أي ضغط على كياف في هذا الشأن